نوف حديثه مع اللاعبين في المحاضرات الفنية بيأكد على أهمية وصعوبة المرحلة الحالية اللي فيها تحديات صعبة جدا وطالب الجميع بضرورة التركيز الزهني في المباراة القادمة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى خلال هذه الفترة فيلر النهاردة لو تراغزوا حتى احنا بنعرض الماتيريا المتعلقة بالتتريبات اجتمع بشكل منفرد مع محمود كهربا تقدر تقول بيشتغل معاه على إزاي يقدر يحضروا نفسيا وزينيا للمرحلة اللي جاية إزاي يخلي هذا اللاعب في كامل تركيزه الزهني والعقلي في المرحلة اللي جاية في الدور العام فيلر ما بيفوتش أي لحظة جوه التدريب اللي لما بيكون وصل للبرنامج الزمن اللي هو حطه سواء في الاجتماع مع عدد من اللعيبة تدريب عدد من اللعيبة لبعض القرات السبتة والقرات الفنية والتكتيكية أيضا كمان المحاضرات النظرية والجزء التحضير الزهني مع الفريف في الفترة الحالية فده شيء دايما فيلر بيتبعه قدام كيف الصورة حتى هو يعني ريني فيلر في وجود طبعا الأستاذ عمرو محب أو كابتن عمرو محب ومترجم الفريق دايما بيكون حريس يتكلم مع اللعيبة قهربة الفترة الأخيرة أو المباراة الأخيرة خد مساحة مشاركة أطول شوية من المباراة الفترة السابقة فبالتالي في هدف لدى فيلر أنه بيقدر يستفيد بكل داعي في كل مباراة حسب ما الفريق بيحتاجه الفترة الجاية ممكن نشوف تشكيلة عكس اللي حصلت في مباراة طلاق الجيش الرجل عنده قدرة أنه يقدر يلعب بأي مجموعة معاه حسب الفريق اللي هيواجهه فكل الثقة في العمل الفني والعمل الخططي اللي بيقوم بيلجي هذا الفني بقيادة سويسري ديني فيلر في التوقيت الحالي والمشروع الجيد اللي بيشتغل به مع النادي الآله في هذا المسلم من ناحية التحضير الفني والتحضير الزهني بالنسبة للمرحلة اللي جاية هذه الجلسات مش بيبقى فيها شغل فني فقط فني وزهني وبدني كل حاجة متعلقة بتركيز اللاعب وتحضير اللاعب للمرحلة الجاية فايلر بيحب يتعامل فيها مع كل اللاعبين وكل لاعب حسب الحالة الخاصة به في التوقيت الحالي اليو باجي دخل في المران والتدريبات البدنية القوية في المران الجماعي للفريق خاصة بعد ما رجع من رحلة السرغال 48 ساعة عشان يجدد جواز الصفر وكان الجهاز الفني ضمه لمعسقر مباراة طلاقة الجيش لكن خلاص هيكون جاهز ان شاء الله بنسبة 100% لمباراة المصري يوم الجمعة اللي جاية أفشا كمان النهاردة كان فيه تدريبات خفيفة بالجاري حول الملعب على هامش المران الجماعي وكان فيه برنامج استشفاء وضع الجهاز الفني لللاعب في ظل ضغط المباراة في الفترة الحالية كان فيه تدريبات خفيفة بالقرة زي ما انتم شايفينها هي تدريبات القرة الطائرة في ملعب مختار التيتش بالجزيرة ده جزء من تخفيف الوحدات التدريبية اللي بيعملها تومس بينكل مع اللاعبين في التوقيت الحالي بعد مباراة المصري الفراح يبدأ يستعد لمباراة الزمالك في السوبر ان شاء الله السفر هيكون يوم 17 قبل المباراة بتلات ايام اللي هتكون يوم 20 وبإذن الله بعد العودة من أبو ظبي وانت ان شاء الله حاملا لكاس السوبر بإذن الله يا رب بإذن الله تاني يوم هتبدأ بقى الاستعدادات لمباراة الدوري مع الزمالك يوم 24 بالمناسبة رئيس البعثة بعثة النادي الآلي في الإمارات العربية المتحدة للقاء الزمالك في السوبر المصري هيكون الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي طيب الشناوي كمان النهاردة انتظم في مران الحراس والنهاردة يعني طبعا الجهاز الفني كان يفضل بالأمس ان الشناوي ما يقشش في التدريبات الجمعية عشان كان موجود في مباراة طلاع الجيش فبالتالي النهاردة انتظم شريف إكرامي ومحمد الشناوي في المران الجماعي استعدادا للمرحلة اللي جاية لكن علي لطفي يعني شعر ببعض الألم البسيطة فما انتظمش النهاردة في المران الجماعي وده حتى يبين لكم ان المعسكر الأخير في مباراة طلاع الجيش كان في حارس أساسي محمد الشناوي والاحتياطي كان شريف إكرامي سعد سمير هيقضع لفحص طبي جديد في ألمانيا خلال الساعات اللي جاية وإن شاء الله هيكون فيه إشراف من ماركوس فولتر الطبيب المعالج واللي أجرى الجراحة لسعد سمير هيتابع حالته وتحديد الخطوة الجديدة في البرنامج العلاج والتأهيلي اللي بدأ فيه خلال الفترات الأخيرة إن شاء الله تكون المدة الزمنية متاحة لسعد سمير يرجع إن شاء الله في أسرع وقت والمدة الزمنية المحددة من قبل الطبيب المعالج في ألمانيا إن شاء الله تكون مدة قصيرة ويقدر إن شاء الله سعد يلطحك بالفريق في نهاية الموسم عارفين طبعا إن سعد مش مقيد لكن على الأقل على الأقل يلحق بالتدريبات وإنت بتختتم الموسم عشان يكون جاهز معك من الموسم الجديد أيضا كمان نفس الأمر متعلق بحمدي فتحي طبيب الألماني هيرمن ماير اللي أجرى جراحة الغضروف في الرقبة لحمدي فتحي كمان في برنامج علاج ليه في الفترة اللي جاية هيصير عليه اللاعب خلال الفترة الجاية عشان يقدر يجهز في الفترات القادمة إن شاء الله ويكون على رأس أولويات الجهاز الفني وإحنا بنختتم الموسم يكون عنصر مهم جدا لدعم الفريق في المرحلة اللي جاية طيب خبر مهم جدا كده احنا نتكلم عن أخبار النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي بيستعد ليه المرحلة اللي جاية وعندنا استحقائقات مهمة مباراة المصر يوم الجمعة مباراة الزمالك في السوبر مباراة الزمالك في الدول لكن الخبر اللي جاي الناس تركز معي في الكلام اللي هيتقال ده لأن مش عارف ليه بشعر كده دايما إن احنا بنبقى أي منضوع متعلق بالمنتخم